مساء الفل والهنة والسعادة والتفائل والحب مساء كل حاجة حلوة عليكم عزيزي المشاهدين رجعت لكم بحلقة جديدة من برنامج عشاء بسعادة الحلقة بتاعتي ديت مرتبطة بحلقة قبل كده كنت زعتها معاكم الحلقة كانت مع المستشار كامال يونس كلنا نتكلم فيها عن حقوق المرأة أو الخلعة النهاردة رجعت لكم في حلقة دينية هنتكلم فيها عن حقوق المرأة احنا طبعا لما بنكون تعبانين أو عندنا أي حاجة بنشتكينها في جسمنا بنلجأ للطبيب وبعد كده بناخد علاج ونروح صيدلية نجيب العلاج النهاردة هنروح لها دينيا بقى هنتكلم فيها النهاردة دينيا ان الدين هو العلاج الوحيد للموضوع ده النهاردة ضيفي النهاردة ضيفي ضيفين معايا النهاردة علماء علماء معايا من الأزهر معايا شيخنا الشيخ عبد العزيز عبد العزيز زيدان والشيخ أشرف الشيخ أشرف عبد الجواد أهلا بحضرتك حضرتك إحنا قبل كده طلعنا بحلقة من حلقتنا مع المستشار كمال يونس بنتكلم عن الخلعة وعدم حقوق الزوجة اللي ما تاخدهيش ما بتستفدش حاجة لما بتخلع زوجها طبعا الدين عايزين نشوف رأي الدين بالنسبة لكده حضرتك هتكلمنا عن رأي الدين بالنسبة للخلعة الأول ها أقول حاجة أعرفنا بحضرتك عبد العزيز زيدان خطيب وزارة الأوقاف نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه يا رب صلى على النبي مسلم واجعل لنا التوفيق دوما صاحبا يا رب صلى على النبي مسلم وامدنا من نوره يا نور ثم أما بعد فيحسن بنا قبل أن نتكلم عن الخلع أن نذكر نبذة سريعة عن الزواج في شريعة الإسلام في البداية ذكر الله تبارك وتعالى أن الزواج من سنن المرسلين يعني جميع الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل كانوا يتزوجون قال تعالى في سورة الرع ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين أربع صفات كانت من صفات جميع المرسلين الحناء والتعطر والسواك والنكاح وفي رواية بدل الحناء الحياء يعني الحياء والتعطر والسواك والنكاح كل هذه الصفات الطيبة من صفات المرسلين وذهب ثلاثة رهط كلمة الرهط في اللغة العربية العدد من ثلاثة لتسعة ثلاثة أشخاص ذهبوا إلى بيوت أزواج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عايزين يعرفوا سيدنا محمد بيعبد ربنا ازاي عشان يكتهدوا من العبادة ويكثروا فلما أخبروا لما سألوا أزواج النبي وعرفوا كأنهم تقالوها يعني لقوا نفسهم عبادتهم جنب عبادة سيدنا رسول الله ضعيفة جدا فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليلة أبدا واحد الهفضل أصلي على طول وقال الآخر وأما أنا فإني أصوم الضهر أبدا أفضل صلى الله حياتي وقال الثالث وأما أنا فأعتازل النساء ولا أتزوج فلما جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنتم الذين كلتم كذا وكذا أما والله شوف بقى سيدنا رسول الله بيقسم وسيدنا محمد لا يقسم إلا على شيء عظيم أما والله إني لأخشاكم لله وأطقاكم له أنا أطقى واحد وده بنصر القرآن الكريم إن أكرمكم عند الله أطقاكم اللي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأطقاكم له ولكني شوف بقى سيدنا رسول الله أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني يبقى الرهبانية لا توجد رهبانية في الإسلام اللي هو ترك التلازل بالطعام والشراب والزواج الذي أحله الله عز وجل ولذلك ورد سيدنا عمر بن الخطاب قال لأبي الزوائد لا يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور يعني اللي يمنع الإنسان هو يتزوج حاجة من اثنين إما أنه عنده عجز عن الزواج سواء كان عجز مادي أو جنسي أو إلى آخر أو فجور يعني إنسان عفوا عايش حياته بالطلب والعرض سيدنا عبدالله بن مسعود قال لو أعلم أنه لم يبقى لي من عمري إلا عشرة أيام لا تزوجت مخافة الفتنة فإذن نبزة سريعة عن الزواج في شريعة الإسلام ثم نعود إلى سؤال حضرتك لا أرجع برضو الحضرتك في حاجة ما برضو فيه رجال بيرجعوا للإسلام بيقول إن الإسلام حل الأربع مش بس حل الأربع لأسباب مش بدون أسباب يعني لو زوج تزوج على زوجته لازم يوجد أسباب للزواج ده والله هو المشكلة في موضوع تعدد الزوجات العدل بينهم يعني نشوف أشرف الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه في جميع الأمور بس الرسول عليه الصلاة والسلام تعدد الزوجات لأسباب لأنه كان بيدخل عليهم كتير فكان عايز يبقى حلال دخوله المنزل نعم وكل واحدة كان بيبقى لها حكمة معينة تحتاج حلقة خاصة إن شاء الله بالضبط كده ولكن مش هننكر نص القرآن الكريم فانكحوا ما طاب لكم من النسائي بس برضو ما أنا هكمل حضرتك بس يشير إن شاء الله فانكحوا ما طاب لكم من النسائي مثنى وثلاثة وربا ولكن عايزين نحط شرط العدالة ده أهم حاجة وعشان كده قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعدل بين أزواجه في جميع الأمور وكان يجي عند الميل القلبي بقى ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك اللي هو الميل القلبي اللي هي الآية اللي الكل بيقراها ولن تستطيعوا أن تعديلوا بين النساء لن تستطيعوا أن تعديلوا بين النساء هنا في الميل القلب يعني اللي بتزوج أكتر من واحدة استحالة في الميل القلب يقول لتنلف إيه في منزلها واحد لازم هيفضل واحدة عن التانية في الحب أما في العدل في الأمور الأخرى فسهل إنسان يعدي العقبة والصعوبة كلها في الميل القلب حتى سيدنا رسول الله أشرف الخلق كان يقول إيه لا تلمني فيما تملك ولا أملك بالنسبة للموضوع الخلح الذي يدفع للزوجات إلى هذا الأمر بكثرة في هذه الأيام لو دققنا النظر يعني هو بعد الناس عن منهج الله عز وجل وعن بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو إن الزوج عرفت إن له حقوق الزوجة عرفت إن له حقوق على زوجها والزوج له حقوق على زوجته والطرفين طبقوا هذه الحقوق الأسر هتسحق لكن هو المشكلة إن الأسر أو يعني كثير من الناس من يبينه عممش فيه بعد عن منهج الله عز وجل فالناس لو طبقوا الكتاب والسنة هيسعدوا في الدنيا وفي الآخر تركتوا فيكم ما إنت مسكتم به فما فيش حد بيطبق لا يعني ما إحنا مش عايزين نعمم لأن برضو في الخير موجود الحمد لله في الأمة الحمد لله ولكن هو برضو يا أستاذ الشرين الكرآن أخبرنا إن القلة على مدار الزمان ملتازمة والكثرة مش ملتازمة ده على مدار الزمان مش النهار ده بس ولا في الآمن اللي احنا فيه يعني ما نقرأ في الكرآن في مسألة اسمها القلة والكثرة إنه القرآن يقول إيه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله كل هذه النصوص بالبين لنا أن الناس على مدار الزمان من سيدنا آدم إلى أن تقوم الساعة القلة ملتزمة والكثرة مش ملتزمة ليه؟ عشان الإنسان الملتزم ما يقولوش إحباط ويقول ده المجتمع كله مش ملتزم وأنا كمان مش ملتزم هذا لن ينفع الإنسان يوم القيامة ومش هيشفع له عند الله عز وجل فالأزواج المجتمع ما هو إلا مجموعة أسر والأسر ستتكون من الزوج والزوجة فلو أن الأزواج تمسكوا بكتاب الله وعادوا إلى هدي القرآن والسنة لساعدوا في الدنيا وفي الآخرة وهتقل نسبة الطلاق وهتقل نسبة الخلع إلى آخر هذه الأمور شكرا سيدنا الشيخ عفوا نغان هنرجع لفضلية الشيخ أشرف عبدالعزي عبدالجواد النهاردة هنتكلم مع حضرتك في تكريم الإسلام للمرأة حضرتك إذا تكلمنا عنه أعوذوا لهم الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بحي حضرتك وبحي أخويا الكريم فضلت الشيخ عبدالعزيز ربنا سبحانه وتعالى يقع له ويعني خالص لوجه الله عز وجل إن شاء الله وربنا يفقبل منه ومنكم صالح الأعمال يا رب الإسلام كرم المرأة في نواحي كثيرة بل إن لم يكن في جميع مناحي الحياة فالإسلام أول شيء وأول تكريم وأول حق أعطاه للمرأة أن وهبها حق الحياة وهبها حقه الحياة لإني كلنا عارفين أهل الجاهلية كانوا يئدون البنات أي يدفنونها أحياء عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما وصف حال المشركين في هذا الأمر وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم يعني استخبى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب شوف ربنا يقول لهم إيه ألا ساء ما يحكمون المفسرين بيذكروا إن الواحد من أهل الجاهلية كان عندما تشعر زوجته بألام الوضع والألام الطلق للولادة كان يستخبه تمام لغاية ما يقول الخبر إن جاءه الخبر بأنها ولدت ولدت ولدا فرحا واستبشرا وابتهج أما إن جاءه الخبر بالأخرى اغتم واختفى حتى يدبر حاله إذا كان هيسيبها على مضض ولا هيئتلها أو إلى غير ذلك لذلك حتى إني يعني من المواقف المشهورة عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بيقول يعني أمران في الجاهلية في حكتين في الجاهلية موقفين حصلوا معايا واحد لما بفتكروا بدحك والتاني لما بفتكروا ببكي فألولوا إيه هم قال أما الذي يبكيني فأنه كانت لي ابنة تمام فأخذتها يوما لوئدها فأنا أحفر أجاهز لها الحفرة بتاعتها كانت تنفض الطرابة عن لحيتي فكلما تذكرت هذا الموقف بكيت والموقف اللي أدحكه إنه هو كان يصنع إله من العجوة يحطه عندي رأسه بالليله هو نايم عشان يحرصه فلما يقوم الصبح كده معافه وكده يروح وكله فكان لما يفتكر هذا الموقف يدحك واحد تاني قيل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله بيقول له منذ أن أسلمت ما تذوقت حلاوة الإسلام فحضرة النبي استغرب يعني ليه كده يعني أنه والله كان لي ابنه في الجاهلية فدخلت على امرأتي فقلت لها زينيها وكذا ثم أخذتها إلى واد بعيد قعره فألقيتها فيه فنظرت إلي وقالت يا أبتي قتلتني فيقول فكلما تذكرت هذا الموقف لم أنتفع بأي شيء فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهون عليه فقال له أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان في الجاهلية شوف كمان البشر الحلوى اللي قيديت وأن الاستغفار يهدم ما كان في الإسلام يعني الإسلام يجب ما كان قبله والاستغفار وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فوعد البنات كان من عادات الجاهلية التي جاء الإسلام ليستأصلها وليئدها وليجتثها من جذورها فوصل الحد بتكريم الإسلام للمرأة إنه أعطاه حق الحياة تخيل حضرتك حتى في الإسلام حتى في الإسلام في الحروب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قتل المرأة حتى في الحروب إحنا معنا التليفون أمو مصطفى طيب ألو السلام عليكم عليكم سلام بسلام عليكم أستاذ شرين وعلى سيدي الشيخ أشرف وتجي الشيخ عبد العزيز أهلا وسهلا بي حب النورة معنا كنت ربنا يبارك فيك ربنا يخليك كنت في حديث في حياتك كنت بتتكلمي موضوع الحلان نارض عن موضوع الخلق أيوة لأنها كنت عزات الفضيلة العمي الشيخ سيدي أشرف أو سيدي عبد العزيز أيوم ربنا يبارك فيهم مفهوم الخلع من الإسلام ليس من القانون بقى يعني رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ردي عليها حديقته ما المفهوم المطلق بمعنى ردي عليها حديقته هل هي كل ما يخص المرأة من مآخر صداق من قايمة من 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 ولا مفهوم المطلق المطلق للخلع لأن بيختلط على ناس كتير قوي 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 وإحنا مش عارفين فإحنا عايزة أرثم وأنا برضو أكيد وبعد الناس المشاهدين من الصيبين وكده عايزين يفهموا منظور منظور الخلع من الإسلام مانا مليش عابل بالقانون ولا حاجات دي أنا لها دعوه من منظور الإسلامي للخلع وإحنا قبل كده يا مو مصطفى أنا نزلت بيه قانوناً وحبيت أشوف رأي الدين والسنة في موضوع الخلع هو في حاجاتك أتكلم فيها كتير لسه هو مش الخلع بس بلدي رد علي حديقته دي المفهوم من رد علي حديقته حضرتك هو ما يخص المرأة من مؤخر ومن قيمة ومن 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 ولها نقطة معينة من نظر الإسلام أنا عايزة أفهم منظور الإسلامي للرد علي حديقته شكراً لك عندك سئلة تانية يا مو مصطفى؟ شكراً نعم هي بتسأل عن رد علي حديقة نعم هو موضوع الخلع أن المرأة بتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية التي أباحها الله عز وجل مقابل أنها تنهي الحياة الزوجية مع الزوج نعم هو فعلاً هو أنا أريد يعني أنه الخلع موجود من أيام الإسلام نعم بس الطريقة مختلفة شوية عن القانون نعم نحن نتكلم من ناحية الشرع وليس من ناحية القانون من ضبط كده نعم نعم المرأة بتتنازل عن جميع ما تملك مقابل أنها بتنهي الحياة الزوجية حتى يعني لا تعيش مع زوجها في هم وغم يعني دينياً برضو نعم بتتنازل نعم تفتدي نفسها على المال أو أي جميع ما تملك نعم مش طب لو هي كانت من جواها مش مسمحها هل كده على إيه مش مسمحها على إيه بتتنازل بس مضطرياً هي تتنازل لا ما هو ده شارع مش هوا ده شارع ربنا سبحانه وتعالى وليس هوا نفس يعني هي كده تتنازل على خوقها ما خلاص ما هو كل واحد راح لنحية خلاص بقى كل واحد بيبتيت صفحة جديدة هو بيروح لمكان وهي بتروح لمكان أستاذها بحضرتك الله يكتب هو بالنسبة حضرتك قضية الخلع تمام الحديث جاء ذكره بالنص كده ذهبت امرأة ثابت ابن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إيه يا رسول الله إني لا أعيب أو لا أعتب عليه في خلق ولا دين هو من ناحية الخلق عشر على عشر من ناحية الدين صوام قوام غير أني أكره الكفر في الإسلام عشان بس سنبقى فاهمين مضمون الحديث هو ده على فكرة من الحقوق اللي احنا كنا هنتكلم فيها بس يا أم مصطفى استعقلت لنا شوي آه تمام استعقلت لنا كنا ده من ضمن الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة أني أعطاها حق الطلاق وحق الخلع لأن في الجاهلية المرأة كانت لا تطلق ربما كان يعني يحلف عليها مئة يمين طلاق وربما كان يعني كان لليها عدة ولا لها طلاق ولا العدة بتاعتها سنة كاملة واخدبال حضرتك وتلبس يعني أقدر سيابها وتكون في أقدر هيئة لها حتى يمر عليها عام كامل لكن شوف الإسلام حضرتك النهاردة المتوفى عنها زوجها ثلاث شهور المطلقة ثلاث شهور أنا آسف والمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر ونعشر هذه أيام واخدبال حضرتك فلكن الجاهلية سنة كاملة تمام؟ وكان ما فيش حاجة اسمها برضو للخلع وكذا تمام؟ فالإسلام كرم المرأة يعني ده من ضمن تكريم الإسلام للمرأة أن أعطاها حق طلاق وحق الخلع فلما راحت لحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا أعتبوا عليه في الخلع قير أني أكره الكفر في الإسلام الكفر في الإسلام قالت بأن زوجها هذا كان يعني شكله أسود أوي وكان دميم الخلق وكان فيه يعني فهي كرهت هذا المنظر كرهت هذا المنظر فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم زي ما تفضل أخونا الشيخ الفل الكريم أني هي التي كرهت العشرة فعشان وده الحق هنا عشان ما تخرجش بره أو تلقى والعاذ بالله لأمر قد يغضب الله عز وجل لسه مبارح حالا آري في إحدى المدن هنا بدون ذكر يعني لقي زوجته مع عشيق ليها وأتلوا ربنا عافينا يعني أوه العرم لا مش في الهرم لا ده موضوع الهرم ده أتل الزوجة ده أتل الزوجة أوه وده أتلها موضوع الهرم ده أتلها أتلها عشان أتلها عشان خاطر أنها طلبت منه الطلاق وعشان الشقة يعني لا ده القصة دي في 15 مايو أو في حلوان تمام الرجل مروح يعني عامل بليومية روح معاها حد ربنا عافينا ويستر ولايانا تمام فرح إيه أتله تمام يعني فده هنا هنا بقى الإسلام بقى هي خلاص كرهة اللي العيشة معاه خدت بالحضرتك فحضرت النبي قال له أتردين عليه حديقة قالت أفعل يا رسول الله فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم نداهله قال له خد الحديقة وطلقها إيه تطريقة خدت بالحضرتك فإحنا إحنا دلوقتي مش مشيين بنفس اللي هو المهر اللي النهاردة فيه المؤخر والأيمة وكل ده هو المهر كل ده النهاردة تمام خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أصبح النهاردة هذا من من الشر ما تعرف عليه الناس فده كله أصبح من الإيه؟ من المهر الأيمة والمؤخر وكذا وكذا فترد عليه هذه الأشياء واخد بالحضرتك بل فيه أزواج كتير يا مولانا بيستغلوا الموضوع ده أيوه أنهم بيستعبدوا المرأة نعم يعني المعاملة بتكون سيئة جداً عشان تطلب الطلاق وتتنزله عن كل حاجة بص حضرتك زي ما أخونا الكريم تفضل لو كل واحد فينا الزوج والزوجة كل واحد عرف حدوده عرف التزاماته عرف ما له وما عليه تستقر الأسر واخد بالحضرتك يعني معلش أنا قدامي أهوت واخد بالحضرتك بص حضرتك مثلاً الإحصائيات بتاعة الطلاق والخلعة عندنا في مصر نسبة كارثية بكل المقييس بكل المقييس وبعدين تعالي تفراج حضرتك مثلاً بعض السيدات ما هو ده سلاحزوا حدي في بعض السيدات اتخذت ده ذريعة إنها ممكن بأي سبب بسيط تافه ممكن ترفع عضية خل واخد بالحضرتك يعني اللي عندها 65 سنة دية واخد بالحضرتك والزوج عنده 70 سنة وزواج استمر 35 سنة تمام الخلاء تتحمله وتتحمل سيء طباعه طول الفترة دي كلها عشان أولادها بالتأكيد بالضبط الله يفتح الحضرتك هو كده صح تحملت طبعه سيء من أجل تربيت الأولى خلاص يعني ترسلت خلاص الله يفتح بالضبط خلاص يعني وصلت للمرحلة اللي هي واخد بالحضرتك إدمان المخدرات أنا أقول ده مثلاً ده فعلاً عذره مقبول إنها ترفع في أضيط خل مهانة ضرب إلى غير ذلك ده يمور لكن لكن عفواً واحدة رفعة قضية تخل على جزء إن هو ما بيستحماش طب ما تخذيه إنت وحميه إيه المشكلة يعني إيه المشكلة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مش برضه يا مولانا نا كان يغتسل مع السيدة عائشة في إناء واحد نا وهم بيغتسلوا كمان يدحاكوا مع بعض يقول لها خليلي شوية مية ما تخديش المية كلها شوف الأدب النبوي إيه المشكلة إن انت جهزي له حمامه هو راجع مسلاً من شغله تمام هو مكسل هو طبيعته كده هو كده لا حضرتك إيه المشكلة لكن تروح حضرتك ترفع عليه قضية تخل عشان ما بيستحماش طب ما تحميه إنت إيه المشكلة إيه المشكلة في كده فربنا سبحانه تعالى وكلمة بسيحة بعد إذن حضرتك أستاذ شبن إن الإسلام أعطى للمرأة حق حرية الزواج في البداية وفي النهاية بمعنى إن الزواج لا يتم إلا إذا وافقت على من يأتي لخطباتها وفي النهاية إذا أصبحت الحياة مستحيلة بينها وبين زوجها والزوج لا يريد أن يطلقها من أجل النوايذ الله إذا ما حضرتك قلتي الإسلام أعطاها حق الخلع في هذا الوقت فهي لها في الأول وفي النهاية في أول الزواج وفي نهاية الزواج وده تكريم من الإسلام للمرأة إحنا برضو هنتكلم بحق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته بس يا رب الوقت يتسعى لذلك إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله فحضرتك عايزينك تكلمنا عن حقوق الزوجة على زوجها حالا تحت أمر حضرتك حالا نبتدي فيها إن شاء الله نبتدي بحق الزوج ولا بحق الزوجة الأول أكيد هتقول الزوجة طبعا طبعا معروفة للسيدات طبعا عايزينك الأول في كل حاجة بمناسبة معروفة طريقة دي لا لا بس هي فعلا حقيق الزوجة الفترة ديت الزوج بيجي عليها جامد قوي من هقول لها حضرتك على حاجة السيدة أم سلمة رضي الله عنها دايما ده عادة في السيدات من قديم الزمن يعني قالت لسيدنا محمد دايما إن الكرآن يذكر الرجالة ومذكرش الستات فنزلت الآية اللي في صوت الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى آخر الآية يعني فهنبتدي بحق الزوجة على حق الزوج من أول هذه الحقوق المهر زي ما فضط الشيخ أشرف تحدث إن في الجاهلية كانوا لا يملكون المرأة أي شيء فجاء الإسلام وجعل للمرأة المهر تكريما له وفي نفس الوقت حتى يطيب خاطرها بقبول القوامة من الرجل عليها نعرف إن الكرآن قال الرجال قوامونا على النساء ليه بحقتيه أول حاجة بما فضل الله بعضهم على بعض إن الرجال بيحضروا للجمع والجماعات والجهاد ومع ذلك ربنا أعطى للنساء هذا الفضل بحاجة واحدة بس عارفها إيه؟ بحسن تباعه للمرأة لزوجها المرأة ما تبقى محترمة مع زوجها وتطيع أوامره طبعا في كل ما يرضي الله طبعا مش في المعاصي تأخذ هذا السواب يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث حسن تباعه للمرأة لزوجها يعدل الجمعة والجمعات والجماعات والجهاد في سبيل الله فجعل الإسلام المهر للمرأة وجعل المهر من حق المرأة حق خالص للمرأة ليس لوليها ولا لأي شيء بأنما هو من حق المرأة حق خالص ولم يجعل له حدا لأقله ولا حدا لأكثره ولم يجعل الإسلام المهر مالا فقط بل يجوز المهر أن يكون منفعة دينية أو منفعة دنيوية يعني نيجي كده أيام سيدنا محمد تزوج رجل امرأة من بني فزارة وكان مهروحة نعلين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة أرضيتي عن نفسك ومالكي بنعلين قالت نعم فأجازة صلى الله عليه وسلم الزواج واحدة تانية تزوجت رجل وكان مهروحة الإيه الإسلام هو كان كافر وهي مسلمة فقالت له لا يجوز إلا أن تدخل في الإسلام فأسلم فكان ذلك مهروحة حديث المرأة الواهبة نفسها للنبي والنبي لم يكن له حاجة أن يتزوج بها وأحد الحاضرين قال لي سيدنا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فالنبي قال له طب معاك صدق قال له ما معيش حاجة غير الإزار اللي عليها وهو ما يستر النصف الأسفل من الجسد قال له التمث ولو خاتما من حديد قال له ما عنديش فقال له أنا معاك صور من القرآن قال له معايا لصور يسميها فكان مهر المرأة دي إيه إن الزوج يعلمها صور من القرآن الكريم فأدى أول حق يجب على الزوج للمرأة المهر وجعل الإسلام مؤخر الصدق من حق المرأة بوقوع أحد الأجلين إما الطلاق وإما الإيه وإما الموت إن تاخد مؤخر الصدق بتاعها واستحبى بعض الفقهاء إن الرجل يعطي للمرأة مؤخر الصدق وهم عايشين مع بعض زي الفل وهم عايشين في سعادة وفي وفاق وفي وقام إنه يدها مؤخر الصدق بتاعها بس ده مش على سبيل الوجوب هذا على سبيل الاستحباب أما مؤخر الصدق على سبيل الوجوب بعد الطلاق أو الإيه أو الموت قبل توزيع التاركة ده أول حق الحق الثاني الذي يجب للمرأة على زوجها النفقة يجب على الزوج إنه ينفق على زوجته من طعام وشراب وملبس ومسكن وأدوية حتى وإن كانت غنية ربنا ألف القرآن أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وَلَا تُضَرُّهُنَّ لَتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ طيب في دي بلاي ساعات بعض زوجات ممكن يحاول ياخدوا مال من أزواجهم بدون علمهم هل ده يجوز ولا لا يجوز الله يفتح عليك طبعا في حديث عن كده إن هي سألت الرسول عليه الصلاة والسلام هند زوج أبي سوفيان سألته قالت له يجوز إن هي تاخد مال إن أبا سوفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني من مال وولدي بس في الحالة دي بس يعني ما يكون الزوج راهو الكريم مع زوجته مع أولاده ما ينفعش إن المرأة تاخد أموال من وراء برضو اللهم إلا إذا كان رجل ربنا موصل عليه جدا وثار جدا ومش فرق معاه ومسامح فالعملية سهلة أهم حاجة الاستماح أهم غير كده يحرم طبعا فهو الرسول برضو رد عليها نعم ألا أخذ ما يكفيك ما أحنا بقول ده حالة تانية أستاذة مع عشان هم أعزائي المشتدي ما يفهمش غلط إن ممكن زوجة تروح تاخد من وراء الجزهة وتقول أصلا الرسول حلل كده لا ده في حالة أما يكون الزوج شحيح والعياز لا وما بيصرفش على البيت وهو معاه كمان يعني ممكن نلاقي في الفترة دي بعض أزواج ما معهمش الله أعلم لمرض الله أعلم عفوا قد يكون إنسان مهم الله يعمل بمزاجه بس هي لازم هتستحمل لازم تستحمله لهو ما معهوش هي المشكلة بس إن فيه ستات يا مولانا بتبص الحياة غيرها يعني فيه ست بتبص الأختها لبنت خليتها لبنت عمها لصدقتها إن هي عدف شقة إن هي عدف فيلا إن ركبة عربية دي مشكلة في النفس البشرية أخذ بالحضرتك في الحتة دي لفتة جميلة جدا النبي صلى الله عليه وسلم نبه الناس إن الواحد يبص اللي أعلم إنه في الدين كلنا سواء رجال أو نساء أه لما نحب نبص اللي أعلم إنه نشوف الدين طيب بالنسبة للمال أبص اللي أقل منه ارتاح جدا بظبتك سيدنا محمد قال كده معنى الحديث يعني في الدين أبص الواحد أعلم إنه دينيا حتى إيه يعني ألحق به وفي ذلك فليتنافس المتنافس لازم هكتهد عشان أوصل هو الطموح والأمل حاجة جميلة جدا بس بالطريقة اللي ربنا شرعها وفي نفس الوقت بقى مغيرش من جارة مغيرش من جارة ما فيستكت بتعمل كده لأ أنا عايزة زي جارتي ديت لأ أنا عايزة زي جارتي ديت هل الدين أمر بكده؟ لأ طبعا الدين عاوز الإنسان يبقى عنده طموح ويبقى عنده أمل ويسعى نبقى عنده مالكتر جدا بس ما ننظرش الغير يعني سيدنا محمد قالي سيدنا سعد يا سيدنا عم الشيخ أشرف إنك انتظر ولا صدق أغنياء خير من أنتظرهم بعيد ليه حضرتك زوجات حضرة النبي لما طلبوا منه إنه هم يزود لهم النفق يا سيدنا أيوة نعم لستونك أحد أيوة نعم راح زوجات حضرة النبي عملوا اجتماع كده وعملوا يعني يعني ربطية كده على حضرة النبي وراح يطلبوا منه زيادة النفقة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هجرهم شهر في الموضوع ده وبردو سيدنا علي ابن أبي طالب برضو كان مديا برضو مش متواضع لما راحت الله يفتع على حضرتك الله يبركلك والله زكرتيني راحت لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه كانت عايزة خادمة أيوة الله يفتع على سعادتك كان فيه يعني أسرة جاية فراح سيدنا علي قال لا طلبنا خادمة يعني خادمة يعني خادمة يعني يشيل عنك لأنها كانت يعني الآش والرحاية والتعليف الدواب وكذا فراحت لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أفضل من الخادم أو أغلى من اللي انت بتطلبي ده قالت تسبح قبل ما تنامي تسبح ربنا تلاتة وثلاثين وتحميد ربنا تلاتة وثلاثين وتكبرت تلاتة وثلاثين فهن أفضلوا من الخادم والسيدة السيدة أسماء أخت السيدة عايشة زوجة الزبير واخد بالحضرتك كان قالت أن سيدنا الزبير أنت حضرة يعني فكرتين بالحاجات دي ربنا يبرك في عمرك يا رب يسترك فكانت كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سيدنا الزبير نخل تمام فهي اللي كانت تسقيهم تشيل الإربة وتروح تس النخل ففي مرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان راجع فشافها شيلة فاناخلها البعير عشان تركب ورا حضرة النبي قال فتذكرت غيرة الزبير فمرضيش تركب ورا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا يعني أشرف وأطهر وأطهر يعني سيدة نساء أهل الجنة يعني بنت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتخدم في بيت زوجها السيدة أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين كانت بتخدم في بيت زوجها فزي ما سيدنا الشيخ قال حسن تبع للمرأة لزوجها إذا صامت المرأة شهرها وصلت خمسها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت واخد بالحضرتك الطاعة فيما يرضي لا إذ لا طاعة لمخلوق في معصية إيه الخالق بس في أزواج كتير برضو يا مولانا بتيجي على زوجتها ما هو ده نعم في الوقت اللي احنا فيه ده الزوجة بتقوم بحاجات كتير أو مذكرة انت عارفة حضرتك نعم شغل منزل شغلها تكون رب تشتغل المسئولية متبادلة بمعنى سيدنا محمد بعد إذن أشرف ألف الحديث كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعية فالرجل راعي ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيته لو كل واحد من الزوج والزوجة كل واحد أدى ما عليه كما أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عاشوا في سعاد وحل الأمن والأمان والحياة الجميلة بصرفوا نظر عن أغنياء وفقراء نكمل الحقوق حضرتك ولا نكتفل تسمح لي تفضل نعم بمناسبة للمرأة العمل وكده هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا السيدة عائشة عن حضرة النبي في بيته كان إيه مش قالت كان بيقوم البيت يعني كان بيكمس البيت انا 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 بأعمل بصل والله عادي يعني لا لا مش فش الحاجة بي حياة مش فارقة ازا كان الرسول عليه وسلم يكون بالأحيان بساعد الزوجة لا لا بساعد الوقتي في ناس فعلا مش بيرضي يامتشافت زي كده ديوني لنعين انا مش سيدة انا انا قلت لي واحدة مرة واخد بال حضرتك انها بقاعد جزهة وبتفسص له حبيت العنب بتقطعه له بالسكينة وتطلع له البزر وتدهال يعني مش للدرجات ممكن تكون بتدلعه يا شيخ عشرة ماش ماش قد تكون دلع دي ما فيهاش حاج برضو احنا برضو عشان رجالة ما يزعرواش مننا لا وما فيه الزعر ما احنا هنقول حقوق كلها ان شاء الله نحاول اه يبقى اول حق للزوجة الماركة تانى حق النفقة الحق الثالث العشرة بالمعروف ودي متبادل وعشرهن بالمعروف والحق ده متبادل بين اتنين المرأة عامل زوجها معاملة طيبة والزوجة عامل زوجته معاملة طيبة ومدخل فالحاجات اللي انت قلتوا دلوقتي ان الزوجه لا منع ابدا انه يساعد زوجاته زي ما كان سيدنا الاصول لا اشرف الخلق واسعد الخلق كان يفعل زي كان يلقع ثوبه ويخصفه نعله ويحلب وشيته وكان في مهنة اهله يساعدهم لا منع ابدا احنا بنلاقي الزوجة الاكلة على النار الطفل الصغير بيبكي عاوز تغير للطفل عاوز تنظف البيت اعمال كتيرة جدا في وقت واحد او قاعد بيتفرج عالمطش او قاعد عالقاهوة او والله لا بيحصل فعلا نا نا حيي فعلا اصلا احنا في المجتمع بس برضو انا برضو عايز الزوج انه ما ينساش بيته اولاده برضو يعني ببعض احيان بيانشغل بحياته وبينساها لا ده بصي هو الموضوع كله ايم حضرتك على الاخلاص مع الله عز وجل والتمسك بشرع الله الانسان اللي عارف شرع ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن يهمي الحق بيته ابد لا زوجته ولا اولاده ولا يمكن والمرأة اللي عارف شرع ربنا لا يمكن ان لربك عليك حقا نعم وان لبدنك عليك حقا وان لنفسك عليك حقا الى اخر هذه الحقوق بعد كده من اهم الحقوق وقد يجهلها كثير من الازواج ان يعلم الزوج وزوجته امور دينه الله وعليه بالضبط حق واجب لذلك ربنا قال في القرآن في سورة التحريم يا ايها الذين امنوا قو انفسكم واهليكم نارا يبقى الواحد خايف على زوجته وعلى ولاده من النار ياخد بايدهم لربنا سبحانه وتعالى وكمان عندنا في الاية في اخر سورة طاها وامر اهلك بالصلاة شوف اهل اهدان بقى واستبر عليك وكلمة الاهل لما بتطلق دائما في القرآن وفي اللغة العربية تنصرف الى الزوجة استبر يبقى فيه صبر ويبقى البلد طويل في هذا الامر وفيه حديث جميل اوي على سبيل المدعبة في هذا الامر برضو سيدنا علي وستيدة فاطمة النبي لما قال رحم الله امرأة قام من الليل فصله وايقظ امرأته نعم يصحيها عشان تصال طب فإن ابت نضح في وجهها الماء بس طبعا دعا سبيل المدعبة عشان ما يتخنقوش مع بعض ويعملوا مشكلة مع بعض بحكي الحديث دا الاطفال عندي في البيت فقالوا ممكن يتخنقوا مع بعض وقلت لهم لا دعا سبيل المدعبة والاتفاق يعني ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فإن ابا نضحت في وجهه الماء على سبيل المدعبة بينهم يتنفسوا في طاعة الله عز وجل يبقى يجب على الزوج انه يعلم زوجته امور الدين وحتى بعض الصحابة يا عم الشيخ اشرف كان يما كان يتزوج يقولك انت مسئول عن خمس فروض النهاردة بقيت مسئول عن كام عن عشرة وكات الزوجة زمان في الصالح في الصالح تقول لزوجها هو خارج للإستعي على المعاش تقل لها فينا ولا تأتي بمال حرام فإن نصبره على الجوع في الدنيا ولا نصبره على الجوع في الآخر دلوقتي زي ما حداك بتقولي الأوضاع انقلبت ممكن نلاقي بعض زوجات سبب في دخول زوجها النار وفي حديث عن النبي العداد معنا بيقول لنا نفس الحديث ايه يا تامر في ايه نعم بيقول لنا نفس الحديث في حديث عن سيدنا محمد يقول ايه يأتي على الناس زمان يدخل الرجل أهله النار تيجي زي ما حداك قلت كالزوجة تقول له ايه دفلنا رجب أحدث عربي دفلنا عندها أجمل غسلة لسه نازلة ده عندها مش عايزين فيضطر يبتدي يجيب مال حرام عشان ايه عشان بالضبط كالزوجة ده لنا بقوله ده المشكلة لكن هو الزوجة عليه يجب عليه يعلم الزوجة أمور الدين ودي يعني نقصالها في الاختيار بقى وبرده مش عيدات وبيختار الزوجة في الأول بالضبط كالزوجة ومقارنة الزوج بالنساء تانية يعني فيه زوج فيه زوج بيقارن مراته يعني النت بقى والحاجات السوشيل والكلام ده اللي بيدخل عليها بيقعد يقارن زوجته لا ده حرام طبعا فهو طبعا غير له وهو غير موفر لها بس موضوع جمال النساء عفوا غير متناهي يعني كله ما يشوف واحدة جميلة بكرة يشوف واحدة أجمل منها لا لا وعفوا ما يشوف واحدة أجمل منها وموضوع نسبي لا لا والجمال ونسبي الجمال نسبي ولول اختلاف الأذواق لبارة السلع فيه معلش أنا آسف يعني فيه فيه واحدة تبقى كذا بس بالنسبة لزوجها جميلة الجاملات ومنكر حضرتك تبقى شايفها بالنسبة لك إنسان عادية جدا نعم واخد بالها فمسألة للشر ضبط هذه الأمور واخد بال حضرتك يعني ضبط الإسلام مشية المرأة ضبط الإسلام كلام المرأة واخد بالها فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي ولا يضربنا بأرجلهن فالإسلام ضبط كل هذه الأمور أما إن إحنا نسيب الأمور يعني كذا طبعا موضوع إن الإنسان والعياذ بالله يرضى على أهله الخبث هذا طبعا يعني حرام عليه الجنة تماما إن الإنسان يرضى على نفسه أن يقر ويرضى على أهله الخبث وإلى غير ذلك زي ما احنا بنسمع والعياذ بالله ربنا عافينا دلوقتي في تبادل زوجات وهذا من أمور الجاهلية التي يعني جاء الشرع ليجتثها وبرضي في بعض أحيان المادة برضو يا مولانا المادة مش متوفرة عنده فمش هيدري وفرها الحياة اللي هو بيقرنها بيها ما هو بص حضرتك زي ما فضلت الشيخ تفضل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى من هو دونكم يعني أقل منكم في أمور الدنيا أما في أمور العبادة أبص الإنسان ده بيقيم الليل بيقيم الليل إنسان ده بيصلي الفروض في جماعة الإنسان ده بيزكي الإنسان كذا 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 واخد بالحضرتك أنظروا إلى من هو أعلى منكم في أمور الدين فإن ذلك أجدر أن لا تزدروا نعمة الله وربنا ألنا لا تمدن وأن لحضرت النبي كذا لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه المال والبنون زينة الحياة الدنيا لكنه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا فالإنسان يقنع بما أعطاه الله عز وجل لأنه هو رزقه الرضا يعني الرضا واخد بالحضرتك الرضا مهم جدا مسألة الرضا إن الإنسان يرضى بما قسم الله له واخد بالحضرتك وبرضو مقرنة الزوج بولدته إن هي ما بتطبخش ما بتعرفش عمل زي والدته فأنا برضو الحتة ديت بص حضرتك العلم بالتعلم والحلم بالتحلم إلى غير ذلك النهاردة باسم الله ما شاء الله القنوات اليوتيوب مليان فيديوهات الطبيقية يعني لو هي ما بتعرفش تطبخ لو هي ما بتعرفش تغسل لو ما بتعرفش فيه اللي هو الحاجات الموجودة على اليوتيوب اللي هو اسمها بلوغرز ولا مش عارف إيه اليوميات دي يعني بص تنكت الشقة كاملة فالحاجات دي كلها بتعمل هيلبنج بتساعد مع الإنسان ما فيش مشكلة لكن المشكلة إن أنا معودش أبص هنا واجيب الصورتين كده وعد قارن لا لا هذا حرام أصلا يعني هذا حرام قل للمؤمنين يغضوا من أو قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ليه عشان خاطر برضو ما يحصلش الأمور زي كده ملي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى إن الإنسان يدخل على على المرأة في غير وجود زوجها برضو منعا لهذه الأمور الإسلام صمام أمان لكل هذه الأشياء عشان كده موضوع الصدقات أنا في مرة رحت يعني حضرت مشكلة كده واخد بقى لحضرتك طيب يا جماعة سبب الطلاق ما تقول لنا بس عشان خاطر يعني يمكن ربنا يجعلنا سبب في الخير يعني تمام كانت عاملة أثنين يعني صدقات مع أثنين رجالة غير جزء وللأسف وبعد كده التشاد بينهم وبتاهم شارفة وقالة في جزء كلام أنا اتكلمت مع الشيخ عبدالعزيز في الموضوع دوت استغلال النت بأن هم بيستعملوا استعملها نعم للأسف إن هو إدها الحرية فلازم تستعملها صح بالزرعة حضرتك بيحصل كتير على الفيس وعلى الواقس لو أنا عندي مراقبة ربنا سبحانه وتعالى إن الله يراني واخد بال حضرتك والقصة المشهور أو الشيخ اللي قد للولد الطائر وقال له اذبحوا في مكان لا يراك فيه أحد راحاها كل اللي استخبى هنا والاستخبى هنا وبتاع وجي الولد منه كل الأماكن لأن الله عز وجل يرانا جميعا ألم يعلم بأن الله يرى نعم يا ريت تتكلمت مع مولانا قبل الحلقة في الموضوع دوت قلت يا جماعة إن تخدام الفيس أو الوطس لازم يستغل صح أو يستعمل صح في المنافع بالضبط كده مش أقول أنت بتكلمش راب أنا أقول تكلمه بس ليها حدود طبعا ليها حدود مش عشان خطر برضو الزوج أو لا عشان هي بتراعي الله بالضبط مخافت ربنا سبحانه وتعالي خفا من الله بالضبط والزوج برضو كذلك ما هو برضو دي حدتة برضو لتنين مخافت ربنا سبحانه وتعالي عندي لتنين مش عندي واحد بس بالضبط أوه معلش أنا آسف حلال ليك حرام علي لا بالضبط لا هوي أنا راجل أنا راجل لا مشيعيبني أي حدود لا معلش هي مش كده لا لا مش كده نحن بنتقي حرمة غيرنا عشان ربنا يحافظ على حرمة بالضبط بالضبط هو لما في حديث سيدنا عبدالله بن مسعود أي الذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو خلقا تمام ثم أي واخد بالحضرتك قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معه ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك واخد بالحضرتك وفي حديث تاني لحضرت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم يعني أعظم حرمة هذه النطفة التي يضعها الإنسان لحق الجار حق الجار وبعدين يعني الإنسان يقتحم يعني أنت ده يعتبر خصوصية والفيس واخد بالحضرتك يعتبر خصوصية فأنا أقتحمه وأطلب صداقة وابعد كده لا وبعدين معلش أنا آسف النقطة دي يمكن غالبا أنا بحمل المرأة المسؤولية في هذا الأمر لإني يعني إحنا في مجالات عمل وابنتعامل وكذا وكذا المرأة هي التي تجع تحط بتحط الحدود أو بتحط الحدود واخد بالحضرتك معلش إحنا شفنا في أماكن عمل ايوة دي مشكلة صح ولا وفي دي مشكلة كبيرة بيحصل وشفناها قدام عنا مشكلة كبيرة وعفوا معلش أنا آسف حضرتك قاعدة ممكن يبقى عايد جنبيها هنا على المكتب لا لا الأمور دي شفناها في بعض المصالح يعني لازم تأخد بلام تصرفتها بالزبط بالزبط لا دي قوم تفضل هنرجع لحقوق الزوجة على زوجها كنا بالأمور أن يعلمها أمور دي أيوة وطبعا دي بيبقى لها دور كبير أول في الأول خالص في بداية الحياة حتى يتقلق كده لو ربنا كتب دينا عمر نعمل حلقة جميلة عن حقوق الأبناء حقوق الأبناء أول حق للأبناء على أبائهم اختيار أم صالح أول حق أيوة بالزبط يختار أم صالح فيه أحيانا واحد يروح يختار واحدة مش ملتزمة بالدين ويقول لما عيش شوية وبعدين إيه أبتدأ أخلىها تلتزم بالدين فطبعا دي بيبقى صعبة شوية لأن إنت أخذتها من الأول مش ملتزمة فهو الأولى أن يختار أم صالحة دي بيبقى لها أثر طيب جدا في الحياة الزوجية فانفر بذات الدين تاربت يا ده ولذلك يعني عندنا ربنا قال في القرآن في صورة النور وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم كلمة الأيام يعني إيه جامع أيم والأيم هي التي لا زوجة له بكرا كانت أم ثيب يعني فيه فتاة مالهزج نقول عليها أيم واحدة مطلقة أو أرملا نقول عليها أيم وكذلك الرجل الذي ليس له زوجة نقول عليه إيه أيم فربنا أمر بالنكاح ووعد عليه الغنى سيدنا أبو بكر الصديق يقول إيه أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى وربنا أبو سيدنا محمد ألف الحديث تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فظفر بذات الدين تربت يا ده والحديث ده يجررون الحتة في القياة سريعة لموضوع الكفاءة في الزواج يطر الكفاءة ليه أول حاجة أذكر الأدب الأدب أول حاجة نعم لا هو حسبها ونسبها هو حضيك بس الفقاء اختلفوا أما يجي واحد يخطب واحدة بالرعاء الكفاءة في إيه فجمهور الفقاء قال بالرعاءة في الحاجات الأربعة اللي النبي قالها دي في رأيي بقى وبيستدلوا بالحديث ده طبعا أن الواحد يختار واحدة جميلة من عائلة طيبة مؤدبة متدينة لأن الإمام الشفع رضي الله عنه قال ما أجمل الدينة والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفرة والإفلاسة بالرجل أجمل حاجة أن الواحد يبقى إيه عايش الدنيا والدين وأقبح حاجة يبقى عفواً بعيد عن ربنا وفي نفس الوقت إيه مفلس فاستدى الملكية قالوا لا الكفاءة بنعتبرها في حاجة واحدة بس في الدين وبيستدلوا يعني الواحد راح يخطب واحدة الواحد يتبصر الدين بتاعه أهم حاجة الدين ده رقم واحد ورقم مية ما فيش غير دين وهي برضو ما أنا أقولها وحضرت يعني حضرتك ما شاء الله صباقا للمعلومات ربنا يكرمك يعني فالملكية بيقولوا إيه بقى ربنا قال إن أكرمكم عند الله أطقاكم وبيقولوا حديث النبي الناس عند الله سواسية كأسنان المشق أقول لكم لآدم وآدم من تراب وقالوا إن سيدنا بلال بن رباح كان من أفكر الفقراء وتزوج أخت سيدنا عبد الرحمن بن عوف وكان من رجال الأعمال بالنسبة برضو البنتة بما تيجي تتزوج توافق على صاحب الدين إلى النبي قال في الحديث إذا جاءكم من ترضاون دينهم وخلوقهم فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض وسيدنا الحسر بن علي قال كلمة جميلة جدا في الحتة دي يا رت الأباء يلتفتوا لها قال إيه الزوج ابنتك ما قالش من صاحب المال ولا صاحب الجهة ولا صاحب العقارات ولا ولا الأموال اللي في بنك مش عارفهم ما فيش الكلام ده إطلاقا لأن الحاجات دي كلها عوارض كل إنسان فينا مر في الحياة الراجل عنده دين إذا أحبها أكرمها الله يفتع عليكم ما شاء الله اللي إحنا كنا نخف من أستاذ الشرين بقى تنفسنا في العلم بقى إن أحبها أكرمها وإن كرهها لا يزلمها لا يزلمها لا يزلمها استحال الراجل عنده دين لما يحب زوجته كويس جدا هيكرمها إكرامة بعدها إكرامة ولو كرهها لأنه بشر برضو في الأول كلنا بشر في الأول وفي الآخر استحالة إيه يظلمها لأنه عارف شرع الله عز وجل يبقى من أهم الحقوق إن الزوج دايما يضع في زهنه أن يعلم زوجته أمور الدين ويجعلها في طريق الله عز وجل بعد كده كمان والحق دي ممكن إحنا تعرضنا له سريعا موضوع العدل من الزوجات إذا كان متزوج بأكثر من زوجة فيجب عليه العدل بينهم في كل الأمور حتى ورد حديث يخوف جدا للإنسان اللي هيتزوج أكثر من امرأة اللي بيتزوج أكثر من امرأة ولا يعدل بينهم يجي يوم القيامة كده وشقوه إيه نائب لأنه مفيش عدل وإحنا بنشوف يعني بيجينا مشاكل كثيرة بنجد أزواج متجوز أكثر من امرأة ولا يعدل بينهم طبعا ده حرام جدا طبعا ناخد كلمة من حضرتك الحلقة انتهت؟ يا طب كده الرجالة يزعلوا من النادي ما كلمناش عن حقنا احنا بقى عن حق الرجال لا بقى نعمل له بقى حلقة أنا عمل حلقة إن شاء الله نعمل حلقة خاصة الكلمة اللي أنا عايزة أقولها أني من تكريم الإسلام للمرأة وديا ريت ننتبه لها أني المرأة سبب من أسباب دخول الجنة شوفي حضرتك سبب من أسباب دخول الجنة بداية من الأم بداية من الأم والذوقة الله أكبر حضرتكم الله أكبر عليك تمام الأم راح واحد لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلب منه الجهاد يا رسول الله إني أريد الجهاد أبتغي بذلك واجه الله والدار الآخرة فحضرة النبي قال له حية أمك قال نعم فحضرة النبي قال له فالزمها فقال لك لا واضح أني يعني سيدنا النبي ما خدش بالن عايز أقول له فراح لحضرة النبي ثاني قال له قال أحية قال قال فالزمها فراح له ثالث مرة قال أحية أمك قال نعم قال فالزم رجلها فثم الجنة اللي هو الحديث اللي احنا بنقوله المعنى بقى الجنة تحت أقدام الأمها هو مش حديث أصلا لكن معنى أيو المعنى نعم المعنى اللي احنا بنقوله واخدبال حضرتك الخالة جعلها الإسلام في منزلة الأم واحد راح لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أصبته ذنبا عظيما فقال له أحية الأمه قال قال لك من خالة قال نعم قال فبرها واخدبال حضرتك الإحسان إلى البنات خلاص طيب الإحسان إلى البنات والأخوات وطبعا أكيد الزوجات كل ده بيبقى سبب من أسباب دخول جانا فربنا يرزقنا إياكم إن شاء الله حلقتنا انتهت وإن شاء الله يكون لنا لقاء إن شاء الله نسعد بحضرتك معيكو بإذن الله حلقات جاية إن شاء الله قبل ما أختم البرنامج بشكر مصممة الأزياء مروة عبد السميع هي النهاردة مصممة الأزياء بتاعت البرنامج بشكرها كتير جدا ومرسي خالص يا ميرو على زوءك الجميل ربنا يوفقك حافظتي أعزائي المشاهدين يا رب أكون أسعدتكم وإن شاء الله انتظروني في حلقة جديدة الأسبوع القادم من برنامج عشها بسعادة والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله